غير مكترث بكل ما يحصل من حوله يمضي الإطار التنسيقي في أهدافه المتمثلة في استعناف جلسات البرلمان لتشكيل حكومة جديدة وفي ظل مقاطعة أكثر من مئة نائب لجلسة البرلمان واحتجاجات أنصار التيار الصدري في محيطه تعقد جلسة عاجلة رفضت فيها استقالة محمد الحلبوس من رئاسة البرلمان لتقطع الطريق على أي تسوية جديدة ويبقى الإطار متصدرا للمشهد مصررا على أهدافه وهذه أول مرة تعقد فيها جلسة للبرلمان في ظل وجود احتجاجات لأنصار التيار الصدري في محيط المنطقة الخضراء الأمر الذي يحمل إشارة واضحة على أن الصدر فقد بريقه السياسي ولم يعد له ثقل يشغل بال الإطار ضمن المعطيات الحالية في أقل تقدير أكثر من ذلك فإن القوات الأمنية وفي تطور لافت تشتبك مع أنصار الصدر بينما كانت في الماضي لا تجرؤ على الاعتداء على واحد منهم حتى ولو اقتحم القصر الرئاسي أو دخل قبة البرلمان ويبدو أن القوات الأمنية أخذت منح المواجهة لكل ما يعرقل المسار السياسي للإطار التنسيقي وسط وجود مؤشرات على تشكيل حكومة أحادية الجانب دون النظر إلى موقف الصدر وفي ظل هذه التطورات يكون الصدر قد فقد أدوات التأثير السياسية وخسر أوراق ضغطه وظهر أمام خصومه بشخصية هزلية وخصوصا عندما طلب من أنصاره لانسحاب من المنطقة الخضراء مخلفين وراءهم قتلى وجرحى برصاص ميليشيات الإطار حل الخلاف سياسيا وبأدوات ضغط تمثلها الاحتجاجات والاعتصامات لم تعد مجدية ولم يتبقى إلا التحاكم للسلاح بين ميليشيات الأحزاب وهذا ما ستكشف عنه تداعيات انزلاق الصراع السياسي إلى حافة الهاوية